اشتركوا في القناة واحد أنت ولا غيرك يعبد تصطف الرسل بوحي يتجدد صحف الإيمان تعلو آتا في دج الأزنان ضوءا يتوفد صحف الإيمان تروي قصصا وعجزات من دلوح لمحمد فعصاب سلتي هشابها وهوى يوسف والذب المفن وحمى نوت وقوما ظلموا وسليمان على الأرض تسيد قصصا تبعث فينا حكمة أشرح القلب بنور ليس ينفت أشرح القلب بنور ليس ينفت ترجمة نانسي قنقر والله ما صدقت أن فرعون هلك إلا بعد أن رأيت جثته بعيني على الشاطئ وكان يقول أنا ربكم الأعلى من كان يصدق أن هذا الجبار يموت؟ لقد أخرج الله جسده الميت إليكم ليكون للمتشككين دليلا ألم يقل بعضكم إن فرعون لا يموت؟ لا عليك يا يوشع فاليوم يوم الفرح العظيم نعم ولذلك سنرقص ونغني هيا هيا جميعا هيا وماذا نغني؟ قولوا فرعون إنا نسألك عمن رأيناه هلك بالبحر قد حاصرتنا لكن العصى لم تمهلك فبلمسة منها فقط أعلاك جاء أسفلك انظر يا كالب لقد نسوا محنتهم ولم ينب على نجاتهم من فرعون إلا بضع سعاد قفوا عن هذا الغناء القريح ماذا تريد منا أن نقول في مثل هذا اليوم السعيد يا كالب؟ قولوا رباه إنا نشكرك ونقدسك ونقدرك رباه قد أنجيتنا في البحر بعد أن فرق وبمائه وبموجه ألم تكن أغنيتكم الأولى أكثر بهجة؟ صدقت والله يا سامري؟ للفرح أغانيه ورقصاته وللعبادة ترتيلها وأنشيدها أما أم أنا مخطئ؟ لا والله بل عين الصواب أرأيتم كيف كان المصريون يحتفلون بعجلهم آبيس؟ لم تكن عبادتهم له تمنعهم من الأغاني والرقص ليت لنا مثل هذا العجل المقدس آه، ولم لا؟ إن الآليات ليست حكراً على قوم دون قوم يجاد الطفل يهلك عطشاً لماذا لا تطلب الماء من موسى؟ لا أمل لنا إلا في بئر أو ينزل المطر أي بئر وأي مطر؟ إن موسى يجب أن يسأل ربه أن يوفر الماء لنا نعم، نعم، لابد أن يوفر الماء لنا أين هارون؟ أين موسى؟ نريد ماء، نريد ماء، نريد ماء، نريد ماء لا تخاطبوا رسولكم بهذا الجفاء، ماذا تريدون؟ ماء موسى ألم أقل لكم إن عصاه السحرية تفعل كل شيء؟ هههههههههه إذن، قال نطلب منه طعاماً نعم، فقد نفد ما لدينا من طعام أين هارون؟ أين موسى؟ نريد لحماً نقوى به على الترحان نريد لحماً نريد لحماًا نقوى به على الترحان موسيقى فقد أنزل الله عليكم المن والسلوى فكلوا واشرابوا من رزق الله كلوا على قدر حاجاتكم ولا تدخروا شيئاً هكذا أمر نبي الله موسى أحسنوا ظنكم بالله سيرزقكم من حيث لا تعلمون ماذا تفعلين يا امرأة؟ لقد ادخرت بالأمس بعض اللحم ففسد ألا يكفيك كل هذا الطير؟ ومن يضمن لي أن أجده غداً؟ امرأتك أكثر ذكاء منك دعا تدخر اللحم رجل فمن يضمن لها أن لا تذهب هذه الطيور فجأة كما جاءت فجأة إلى متى فنظل نأكل المن والسلوى؟ لن نصبر على طعام واحد نريد طعام الأرض من البقول الشهية نريد العدسة والبصل تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير يا يوشع لقد سئمنا من طعام السماء وتاقت نفوسنا إلى طعام الأرض ازرعوها إذا شئتم نزرع؟ هل ننتظر حتى نزرع البذور؟ ثم ننتظر حتى تنمو البذور؟ ثم تنضج الثمار؟ ثم نجني ثم نحصد ثم أخيرا نأكل؟ ماذا تريدون إذا؟ العصى؟ العصى أيها الطيب يوشع العصى؟ نعم يضرب لنا الأرض بالعصى فتخرج لنا كل شيء ناضجا جاهزا للطعام العصى آية من آيات الله تعبدون الله أم العصى؟ المهم النتيجة الويل لكم الويل لكم هيا واصلوا الترحال هتعلمون ما وراء هذا الجبل؟ ما وراءه؟ لا بلقى للناج النور لا بلقى للناج النور لا بلقى للناج النور لا بلقى للناج النور هل رأيتم أفضل من هذا؟ هذا ما نحتاجه فعلاً الأمر ساهل كيف؟ نطلب من موسى أن يجعل لنا إلها نعبده مثل ما لهؤلاء القوم آلها وهل يقبل؟ لا بد أن يقبل أي جهل أنتم غارقون فيه؟ إن هؤلاء يعبدون أصناماً هل تتركون عبادة الله الذي؟ الذي نجانا من فرعون؟ والذي أطعمنا وسقانا؟ ألا تسأمون من ترديد هذا القول لنا؟ ثم إننا لا نعرف على وجه التحديد ما هو المطلوب منه؟ أن تؤمنوا بالله ولا تشركوا به شيئاً آمانا ماذا بعد؟ أتريدون مقابلاً لإيمانكم؟ يا رجل، إن لكل بضاعة ثمن وإيماننا هو بضاعتنا فلماذا لا نتقاد عنها ثمن؟ وما ثمن بضاعتكم؟ الطرف، النعيم، ملذات الحياة؟ نعم، فمدام الله قد اختارنا نحن بالذات للإيمان به فلابد أن يدفع لنا ثمن هذا الإيمان نريد أن يضمن لنا الجنة في الآخرة يا غبي، أمر الدنيا أولاً نريد ديناً خفيف التكاليف لا يحرم علينا المتعة والطرف عين الصواب فليس هناك إله بلا عباد يقدسونه ويبجلونه ويقدمون له القرابين قدوس 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 ماذا يفعلون؟ موسى ذاهب للقاء ربه لقد أمر موسى أخاه هارون أن يخلفه فينا حتى يعود أما كان أحدكم أجدر بهذا من هارون؟ ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة مر الثلاثون ليلة ولم يعد موسى كما وعدت قد أخلف موسى بوعده وهذا لا يليق برجل يقول إنه نبي هل لا تريدون الرأي؟ نعم 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 إن موسى قد حبس عنكم ولن يعود ومن حبسه؟ ربه الذي وعده ثلاثين ليلة ولابد أنه قد وجد عليه ما يستوجب حبسه نبقى هنا ونحن لا نعرف متى يعود أنا عندي رأي نفسح أن أصنع لكم إلها تعبدونه ماذا؟ إله؟ حقا؟ هل لا؟ هل تشكون في كفاءتي؟ لا ولكن كيف؟ من الذهب أي ذهب؟ الذي جمعتموه من أهل مصر وهربتم به وما شأنك به؟ يا أغبياء إن الله قد هيئ لكم هذا الذهب لسبب محدد أي سبب؟ أن نصنع منه إلها أما أم تراكم كنتم تظنون أن إله الشعب المختار مثلكم سوف يصنع من الحجارة أو الخشب إذن سنجمع لك الذهب يا سامري على أن تعاهدنا أن يكون إلها عظيما تبدل في صناعته كل موهبتك أعاهدكم سأعتكف وراء هذا التل ثلاثة أيام فقط سترون بعدها العجب سامري، إياك والخديعة المؤمنون لا يعرفون الخديعة ضع ذهبك في الصندوق يا رجل هذه كمية من الذهب تكفي لكي تكون ذراعا كاملا في جسد الإله المنتظر لقد عدتنا أن يكون إلها فخما فلا تتراجع عن وعدك سأفضل أفضل ما في تاريخي الطويل من خبرة ضع ذهبك ضع لقد أخذت هذا الذهب من امرأة عنوة أريد إلها يستحق ما ألاقيه من متاعب مع امرأتي سترى، سترى عندما أصنعه ستعفو عنك امرأتك وستحبه حبا عظيما إلى أين يا سامري؟ من أنت؟ أنا وأنت وأين أنت؟ أنا في داخلك فلا تحاول العرب إلى أين أنت ذاهب؟ بما جمعت من الذهب؟ خدعتهم بحجة أنك ستصنع لهم إلها من هذا الذهب وها أنت تنوي الفرار به أنا لا أفهم شيئا من كلامك فدعني أرق حتى أفهمك لا أفهمك من أنت؟ ومن أين جئت؟ من هنا، من داخلك لكني سأكون أكثر رحمة بك من نفسك كيف؟ سأعاونك أنا لا أفهم شيئا سأصبح لك الإله الذي أعدت به قومك أنا أنا لا أصدقك ستصدقني عندما ترى هذي اذهب هاهة harmful تريد أن تسرقه مني بحيلة مكشوفة يا سامري أنا لست بحاجة إلى أن أسرق منك فدعنا نتعاون لا ألا نعطيك الذعب بل ستعطيني الذعب وستعطيني أيضا قبضة التراب التي قبضتها من أثر حافر فرس جبريل يوم أن فرق لكم موسى البحر بعصا وكيف عرفت هذا؟ إن أحدا لم يرني وأنا أفعل هذا ألم أقل لك إني بداخلك أرحل معك وأستقر معك فلماذا لا تعطيني الفرصة لأساعدك؟ لا بأس سأجربك ها هو الذهب والآن ألقي عليه بقبضة التراب التي معك ما هذا؟ هذا إله بني إسرائيل الجديد إنه عجل جميل ولكن هل في إمكانك أن تجعله إلها أكثر إقناعا؟ بالطبة أنظر رائع هذا إله المتش يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل هذا هذا السامري لماذا عاد بهذه السرعة يا بني إسرائيل لقد جاء إلهكم ماذا تقول أقول جاء إلهكم جن الرجل أين الذهب أهي خدعة بل حقيقة حقيقة مدهشة وعظيمة فما من غادرتكم إلى خلف هذا الجبل حتى سمعته مناديا يا سامري لقد جئت إلى القوم بنفسي بعد أن تاه موسى وضل الطريق إلي وليعلم الجميع هكذا قال إني لم أبعث موسى ولم أكلفه بالرسالة ولقد جئتكم بنفسي لأعلنكم بهذا هكذا قال قلت له لكني لكني لأراك يا إلهي فقال ألقي هذا الذهب على الرمال وسوف تسكنه روحي حيث لا يليق بها أن تسكن إلا جسدا من ذهب وهل تريدنا أن نصديقك بهذه البساطة سيقول لنا كما يقول موسى إنه إله يرانا ولا نراه لا بل سترونه وتلمسونه وتسمعونه أيضا هيا 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 معي هيا لك من شيطان أيها الرجل لا، بل إن قصتك هذه لم تخطر حتى على بالي أنا أنا إبلي والآن هل خدعتكم؟ لا والله، لا والله ما خدعتنا إنه فعلا، فعلا إله من ذهب إله جميل وبماذا يكلفنا إلهنا الجديد يا سامري؟ بالمتعة، بالرقص، بالغناء يا له من إله واسع الأفق نعم، لقد عرف ما نريده بالضبط ولما لا؟ أليس إلها؟ سنقيم له احتفالات وأعيادا كثيرة كما كان يفعل آل فرعون ونقدم له القرابين لا، هذا إله غير آلهة آل فرعون لا يقبل القرابين من الطيور والفاكهة والحبوب وماذا يقبل؟ إنه، إنه إله من ذهب ثم إنه إله متفهم لا يثقل عليكم بالتكاليف ولكل هذا مقابل نقدم له القرابين من الحسان الجميلات لا لا، ولهذا أيضا إنه، إنه لن يقبل إلا مثله تقصد ذهبا؟ سندفع نعم، سندفع لكن، لمن ندفع؟ إله شخصا، فإذا سمعتم صوته، ضعوا الذهب في فمه ماذا تفعلون أيها التعساء؟ التعيس هو الذي ينظر ولا يصدق يصدق ماذا أيها الغبي؟ يصدق ما يراه وما يسمعه والحكم، هذا مجرد صنم من ذهب ألا ترون أنه لا يكلمكم ولا يهديكم سبيلا؟ بل يكلمنا، يكلمنا، ألا تسمع؟ أليس هذا كلام يا سامري؟ دعك منهم، هيا، هيا، واصلوا العبادة بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ اتخذوه وكانوا ظالمين صدق الله العظيم اشتركوا في القناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة